مرحبا، اليوم سنحكي عن التشيك، التشيك دولة موجودة بوسط أوروبا ومشاركة حدودة مع دول كتير بالاتحاد الأوروبي مثل سلوفيكيا، مثل بولندا، مثل ألمانيا، ومثل لكتنستاين أو بالألماني لشتنشتاين اللغة الرسمية هي اللغة التشيكية، طبعاً موجودة ناس كتير بيحكوا اللغة الألمانية، اللغة البولندية، والهنغارية، وأيضاً قسم صغير من الناس بيتكلم اللغة الأوكرانية خلينا ننتقل بسرعة لموضوع الهجرة للشيك، لح أحكي عن أسهل برنامج اليوم، وممكن بفيديوهات تانية نغطي جوانب أخرى للهجرة للشيك لكن اليوم حنحكي عن أسهل طريقة، وبعتقد كتير من الناس إذا بيقدروا يجهزوا طلباتهم والأوراق المطلوبة بيقدروا ينقبلوا بهذا البرنامج أول شيء ما نبلش بإسم الفيزا، الفيزا اسمها زفنه، هذه الفيزا تنعطى لمدة سنة واحدة، وقابلة للتجديد سنتين يعني كامل المدة هي 3 سنين، والشيء اللي كتير حلو أنه بعد إقامتك 3 سنين بالشيك فيك تقدم على الإقامة الدائمة عن طريق هذه الفيزا طبعاً هذه الفيزا تسمح لك بالتنقل بالاتحاد الأوروبي من دون أي تأشيرة، وبتسهل عليك الوضع أنك تقدم لفيز مثل أمريكا أو كندا أو إسرائيليا بالنسبة للشيء كتير مثيل للإهتمام بهذه الفيزا أنه ما طالب كتير متطلبات صعبة أو متطلبات معقدة مثل اللغة أو الخبرة أو عقد عمل هذا كله ما موجود بهذه الفيزا ولحشارك معكم بعض الروابط، أول رابط عن شركة عم تتكلم عن هذه الفيزا اللي هي الزيبنو فيزا والرابط الثاني عن طريق السفارة اللي تشيكية اللي تتكلم فيه عن المستندات المطلوبة والخطوات وحاليا اللي حنركز على موضوع الفيزا، أول شيء هذه الفيزا للسلف امبلويد أو الفريلانسر يعني الأشخاص اللي عندهم بزنسهم الخاص فيهم بزنسهم المستقل وحابين مثلا أنه يفتحوا فرع بالتشيك ما بالضرورة أن تكون شركتك كبيرة أو عندك حوالات ضخمة أو يكون عندك شركة بالأساس وحابب تفتح فرع لها لا، هذه مجرد فكرة لأن الفكرة الأساسية أن تكون عندك بزنس مستقل أو خطة أنك تفتح بزنس خاص فيك بدولة التشيك الشيء الحلو بهذا البرنامج أنه ما في مهن محددة لازم تقدم على هذا البرنامج أو بزنسات معينة لازم تعملها لحتى يتم قبولك هذا الشيء ما موجود، كل شيء عليك لازم تعمل خطة عمل خطة عمل تشرح فيه الخطوات، أول شيء اسم المشروع، بعدين التكاليف أو المصاريف اللي أنت ممكن تصرف على هذا المشروع بعدين أنه أنت ممكن توظف عمالة من التشيك، هذه النقطة كتير بترفع حظوذك بالقبول وبتخليهم يعرفوا أنه أنت عامل خطة حقيقية وأنك عن جد مقرر أنك تستقرب الشيك وتساعد اقتصاد البلد وتساعد نفسك كمان ومثل ما ذكرنا، ما ضروري المشروع يكون ضخم، ممكن أنك تفتح سوبر ماركت صغيرة بالأكلات العربية أو الأكلات اللي هنا ما موجودة عندهم أو الأكلات الصحية مثلا، أو ممكن تفتح محل صرافي أو ممكن مدرسة لتعلم اللغة الإنجليزية للأطفال ممكن تستأجر شقة صغيرة بالشيك بما أنه هي رخيصة وأنك تعرض أنك عم تقدم دروس باللغة الإنجليزية للأطفال الابتدائي مثلا وإذا كان عندك أفكار تانية بس أنت ما عرف كيف تنظمها على الورق أو تعملها بطريقة محترافية لتقدمها للسفارة سأترك لكم بصندوق الوصف أو صندوق التعليقات موقع اسمه خمسات هذا الموقع يقدم خدمات مثلا المحاسبة، خدمات الاستشارة، خدمات المصرفية، خدمات الإنترنت، أي شيء وممكن أنك تلاقي شخص ليعمل لك خطة عمل بخمسة دولار يعني هو اسمه خمسات لأنه يقدم خدمات بخمسة دولار أو عشرة دولار فيك تلاقي الشخص الموشوق أولاين وأنه يعمل لك خطة عمل بخمسة أو عشرة دولارات وحاليا بعد ما شرحنا شو هو نوع الفيزا وأهم خطوة فيها وهي خطة العمل وننتقل للخطوة تانية هي حجز السكن بلتشيك طبعا بما أن الفيزا ببدتها 12 شهر لازم يكون الحجز السكن 12 شهر لكن الحكومة الشيكية بتعرف أن هذا الشيء جدا معقد وصعب لشخص عايش براتلتشيك فهي بتقبل الحجوزات المبدئية أو أنك تعمل عقد مع أي شخص بلتشيك أنك حتجي وتشوف هذا المكان وتدفع بعض الوصول من دون أي دفعات مسبقة أنا لحعطيك فكرة أسهل وأرخص وأحسن يلي هي أنك تلاقي مكان عن طريق برنامج الـ AirBnB لو حترك اللينك تبعه بصندوق الوصف هذا البرنامج أو الـ Application فيك تلاقي بيوت أو غرف بمكان اللي أنت حتسافر له طبعاً شو فيك تعمل أنك تحجز أربع أو خمسة أيام وتكتب رسالة شرح للسفارة التشيكية أنه أنا حابب أسكن بهذا المكان أربع أو خمسة أيام أو عشرة أيام لحتى شوف المكان المناسب بيلي بدي أسكن فيه لأن أنا موجود براتلتشيك وصعب أني لقي المكان المناسب إلي أو الحي اللي هو يناسبني أو يناسب البزنس تبعي ننتقل لرقم ثلاثة اللي هو حساب البنك حساب البنك ممكن يكون حساب شخصي أو حساب بزنس أو حساب مشترك حساب المشترك ممكن يكون مع والدك أو والدك أو أخوك أو شركك ما فيه أي مشكلة المبلغ اللي لازم يكون موجود هو خمسة تالاف ومئة يورو ممكن يكون بعملة بلدك المحلية أو بالدولار أو حتى بالعملة التشيكية لكن يكون نفس القيمة هات المبلغ أنت مالح تدفع منه أي شيء أو تصرف منه أي شيء أو تحول منه أي شيء هات المبلغ مجرد كشف حساب لتأرجيل السفارة لأنك قادر على أنك تبدأ خطة العمل أو تصرف على البزنس تبعك المحتمل أنك تعمله بالدشيك وفي حركة جدا ذكية ممكن تعملها أنك ممكن ترفق أنه أنت عندك عقار ببلدك أو المكان اللي أنت مقيم فيه أو بزنس ببلدك أو المكان اللي مقيم فيه وأنه أنت حابب تطلع على التشيك بهذا المبلغ حاليا لحتى تأسس لفكرة عملك ولما تلاقي الفكرة نجحت وكل أمورك تمام لح أنك تبيع هذا البزنس أو هذا العقار والبلد أو البلد المقيم فيه وتمول ببزنسك بشكل أكبر وأوسع وحابب نوه أنه ما ضروري حساب البنك يكون حساب قديم ممكن أنك تفتح حساب جديد وتحط فيه المبلغ وتذكر برسالة الشرح اللي حكينا عنها أنه هذا الحساب حابب أنت تخليلها لتشيك وتمويل بزنس لتشيك حتى ما أنك تختلط مع حسابات الأخرى اللي ممكن تكون عندك أو مشترك فيها مع أحد أقاربك أو أشركاءك وقبل ما ننتقل للخطوات الثانية حابب ذكر بالخطوات الأولى اللي حكينا عنها اللي هي خطة عمل حجز مسكن وحساب بنك الآن اللي بيقى عليك أنك يكون عندك جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر صور شخصية عدد 2 ويكون عندك تأمين صحي للسفر وسجل جنائي نظيف والآن ننتقل لموضوع كيفية التقديم أول شي لازم تشوف إذا في عندك سفارة لتشيك موجودة ببلدك أو البلد اللي أنت مقيم فيه وعندك إقامة نظامية أو إذا ما موجودة السفارة بتشوف الدولة المجاورة إلك إذا عندهم سفارة لتشيك وبتتواصل معها لازم تبعث لهم إيميل أو حتى تتصل فيهم وتقولهم أنا بدي أقدم على هذه الفيزا زيبنو فيزا ياريت تبعتولي الأبليكيشن الطلب عن طريق الإيميل لحتى تقدر تعبيه ولازم تطلب منهم الرقم الضريبي هذا الرقم الضريبي مخصص لنوع هذه الفيزا وبيكون غير مفقل لحيتم تفعيله بعد حصولك على الفيزا وطبعا فيك تطلب منهم اللينك أو الرابط لهذا الرقم الضريبي لتسجل عن طريقه فهنا لازم يبعتوا لك الابليكيشن فورم وهذا الرابط اللي موجود عليه الرقم الضريبي وطبعا بعد ما تجهز كامل لوراق والمستندات اللي حكينا عنهم وتقدموا للسفارة فترة معالج الطلب بين أسبوعين لأربعة أشهر يعني ممكن تحصل على رد خلال أسبوعين أو أممكن بعد أربع شهور في حالة مقبولك بتحصل على الإقامة وتروح للشيك وتبلش تأسس عملك اللي حكيت عنه بخطة العمل ومنصل حاليا لنهاية الفيديو بتمنى المحتوى يكون عجبكم وإذا عندكم أي تعليقات تركوها بمكان التعليقات أو أي أسئلة ترسلوناها على الإيميل ومنحاول الردع الجميع منعتثر إذا تأخرنا ولكن عم نحاول نساعد الجميع بقدر الإمكان شكرا كتير لكم وطابعونكم شكرا كتير لكم